العنف هو العنف أكان في الريف أو المدينة غير أن انتقاله إلى ريف تعز يحمل أكثر من علامة استفهان تفيد المعلومات الأولية بمقتل أربعة وجرح ستة آخرين جراء مواجهات بين جماعة أبو العباس وأفراد تابعين للواء 35 مدرع قيل إن الموت دائما يحتاج إلى تبريل مقدس لكن يسقط هؤلاء الضحايا في صراع بين إخوة السلاح الواحد والمعسكر الواحد في حرب الجباية في نقاط الفيد تلك قصة أخرى لكنها قصة يراد لها أن تكون حاضرة في مشهد الصراع بتاعز إنما للجريمة زاوية أخرى تبدأ من جماعة أبو العباس التي خاضت اشتباكات متعددة في مدينة تعز سقط خلالها العشرات من الشهداء والجرحى قبل أن تقضي لجنة رئاسية بخروج هذه الكتائب إلى محورها العملياتي بجبهة الكدحة بريف تعز الخروج كان مرأت من الآن نحن نفكر الوابع داخل المناطق داخل المعافر وداخل السامع وداخل المناطق التي نحن متواجدين فيه مع كتائب أبو العباس انتقل ما يثقل الناس من عنف ومخاطر إلى ريف المدينة خصوصا بعد خروج المدنيين من تعز إلى الريف هربا من المعارك وصراع الإخوة العداء في وسط المدينة والمدينة القديمة بتاعز خرجت كتائب أبو العباس يومها وهي تتوعد بالعودة إلى المدينة وهتف عناصرها أن دولة أبو العباس باقية سرعان ما استحدثت هذه الجماعة نقاطا أمنية على الخط الرئيسي الرابط بين عدن وتعز تحديدا في المنطقة الواقعة بين النشم والبيرين وانتشر عناصرها على التباب المجاورة للطرق الرئيسية بمدرعات ودوريات قتالية بعيدا عن محورها القتالي حالة من الرعب يعيشها أبناء المناطق الريفية جراء الفوضى الأمنية التي تسببت بها جماعة أبو العباس وتمركز عناصرها في المرتفعات وقطع الطرق ومحاولة السيطرة على الريف حالة استنكار شعبية واسعة جراء تمدد الفوضى إلى الريف الآمن وعدم تجاوب قيادات اللواء 35 أو قيادات المحافظة أو المحور بتاعز احتوائها كيف تحول الجيش الوطني إلى أدوات تسبب الرعب في المنطقة وغد السلاح الذي يفترض أن يوجه لفك حصار ميليشيا الحوثي على أطراف المدينة موجها إلى صدور المتافعين عنها